سلام عليكم. النهاردة جاي اعمل معكم ازاي الزبدة البلدي? ازاي نسياحها نحولها السمنة جميلة زي ما انتم شايفينها? وازاي نطلع منها مرته? وكمان ازاي كمان اعرفكم? اهم حاجة تسيح السمنة يا جماعة تسيحها سهل. بس احنا عايزين يا جماعة ان احنا ازاي نعرف كم ان الزبدة ازاي بتتغش. لناس كتيرة واعتولوا يقلوا لي الزبدة عندنا بتتغش فاحنا عايزين اكتعملين انا فيديو. اهم حاجة في الزبدة جماعة انك تجي بيها من مصدر موسوك فيه. وانا هقول لك ازا بتتغش. تمام? اول حاجة بس انت تابع معي الفيديو ان فيه اصدروا معلومات كتيرة مهمة. محدش قبل كده قال لك عليها هقول لك عليها بس تابع معي الفيديو الاخر. اول حاجة انا جبت تلاتة كيلو من الزبدة ووزنتها اصادك. بعد كده جبت حلة نظيفة زي ما انت شايفها كده ونشفة ونظيفة. وبعد كده هحطها بقى ايه? اهو بفض الزبدة بتحتي. اهي بقول لك ده جمدة. اهي وانا هحطها في الحل. تمام? اهيت. طيب انت بتاخدي منها حتى بتوريها انا بوريك النعومة. يبقى كده ايه دي الزبدة بتحتي دي حلوة? لا مش شرط. مش شرط خالص. طب ايه فتحينها وحطين فيها قطن? لا مش شرط ولا قطن ولا مية متلجة. هقول لك على كل حاجة. طبعا بقول لك الفرق بين الزبدة البقري والزبدة الجمسي. الفرق ان الزبدة البقري لونها صفرة. وبعملك برضو بايدها بالنعومة. شايفة نعمة ازاي وجميلة ازاي? لكن دي برضو مش اختبار. مش شرط. عادي يعني. والزبدة الجمسي برضو بقى ايه بامسك هالك بيدي? بقول لك كده مش شرط خالص. واحنا بس اهما حاجة عرفنا ايه الفرق بين الزبدة البقري والجمسي دي لونها اصفر البقري والجمسي لونها قبلت عشان كتير قالوا لي ايه الفرق وبقول لنا ايه الفرق بين البقري والجمسي. اهم حاجة دلوقتي خلينا في الزبدة الجمسي الزبدة البقري دي هنه هرجعها في الثاني ان انا باستخدمها في الحلوات ما بسيحاش. تمام? اهم حاجة دلوقتي جبت تلاتة كيلو من الزبدة الجمسي وحطوتهم في الحالة زي ما انتم شايفينهم كده. وانا بقول لك اهيت انا برضو ايه بمسكها كده وهنعم هيو كل حاجة بس مش ده الاختبار. الاختبار الاول اهو ده المهم. في اختبارات كتيرة. جبنا نص كوباية من المياه السخنة وهناخد معلقة صغيرة من الزبدة وهنقلبها كده لو لغات ما تدود. اول ما ده بت معانك لازم انتم شايفينها. لان المياه لونها تعكرت حاجة بسيطة. ما تعكرها حاجة بسيطة. طب السمنة دي حلوة مية مية. وهتدينا انتجات سمنة كتير. يعني هتدينا سمنة كتير وهتدينا مرتة قليلة. ومرتتها تب نعمة وجميلة. والمرتة النعمة بتعرفيها انها عاملة زي حبيبات الرملة. تمام? اما المرتة اللي هي المخشوشة. طب استني. طب الزبط طيب. لانا انا دلوقتي اعرف ازاي ان اللي ايه ان المية ديت يعني ايه الزبدة دي مخشوشة. لو لقينا المية ديت اللبن بتاعها زايد. يعني اللبن بتاعها زايد اعمل زي اللبن اللي انت غشا ومزودة مية. يعني اللونك كده هوت ابيض كده ولكنه لبن ظاهر تعرف ان دي مخشوشة. تمام? وهتديك انتجية سمنة قليلة وهتديك انتجية مرتة كتيرة. شفت بقى العكس? تمام? فاحنا ايه نعرف بقى ايه ده الاختبار المهم. طيب ايه اللي شوف بقولك برضو في البقر انا عملت برضو الاختبار ده. تمام? يبقى هتدينا انتجية شوف اللون ده جميلة زي متعكر حاجة بسيطة. لكن لو زاد عن اللون ده ودينا لون ابيض زي لون اللبن. فاهمة اللبن اللبن اللي بزوده مية. هتديك بقى سمنة قليلة وهتديك مرتة كتيرة. تبقى دي بقى مش حلو. لكن هما حاجة تبقى شفافة وجميلة هتديك سمنة كتيرة. شايفة اللون بتاعنا كده ايه مش اتأثر ولا لون لبن ولا حاجة? لا. هتدينا سمنة كتيرة ومرتتها هتوبة برضو ايه? وليلة وهتوبة حلوة. تمام? ومرملة وجميلة. بعد كده انا جبتها وسيحت اوة حطتها في الحلة. والحلة بتاعتي لازم تكون حلة غوطة وتبيرة. ليه? عشان ما تفرش معنا على البتجاز ولا يمدي السمنة غالية يا جامعة. تمام? فالحلة بتاعتنا لازم تكون كبيرة. دي محلة مقاس خمسين على تلاتة كيلو. حطتها على نار هادية. هادية ليه عشان خاطر النار العالية هتشعوطها وتلسعها معانا. فلازم نقلب فيها بالاستمر. تقلد تقلدي كده فيها بالاستمر ما تشيريش المعلقة منها. وعلى نار هادية كده وهتاخد احسن نتيجة سمنة. كل ما تهد النار على السمنة البلد هتديك انتاجية احلى ولون احلى. تمام? طيب ما قلت الناشئ تاني الاختبار. الاختبار بقولك اول حاجة ان السمنة بتاعتنا هي تفار تبتدي التفور. كل ما نقلب تبتدي التفور اهي. وتبتدي بقى ايه هتأثر معانا. المية اللي فيها تبتدي ايه تطلع كده وتتصاعد وتنشف معانا. تمام. بعد كده بنقلب فيها زي ما انت شايفها كده. وبقولك ايه في النص كده في نص التسوية يعني قرابة تستوي بحط لها معلقة ملح صغيرة ما بكطرش الملح ان المرطة دي انا عايز اكل منها. في ناس بيكطروا الملح عشان بعد كده بياخدوا المرطة دي عملوها المش. اما انا عايز اكل المرطة في تحت وطعمها جميل وحلو. طب الملح ليه? الملح برضو مادة حفزة وبساعد دلوقتي لو احنا حطناها في الاخر بساعد انها ايه? تبتدي تغلي معانا اكتر وتاخد اللون. شايف انا بقولك ازاي? المرطة بتاعتي لسه بيضة. لسه دخلها في عملية السوى. نزلها امتى? اول ما تاخد لون اصفر دهبي. المرطة بتاعتنا. انا عمل اقلب والسمنة جميلة ازاي? وحلوة شايفة? شايفة ترميلة السمنة? طب المرطة بتعرفي ازاي ما اخشوش? المرطة بتعرفيها لو كده شيفي دي نعم. لو لقتيها حبيبتها كده مخرزة كده هوت. انا بقول لك اهو انا حتى التمرومتر وبسويها لعندها برضو عادة تعرف بالتمرومتر بتعرف ايه? من مية مية وطمنتاشر درجة السوى بتاع الزبدة الفلاحي. لكن احنا عادي من اول ما بتاخد اللون المرطة بتاعتنا اللون ذهبي بنفس العادي وانا طفت كده زي ما انتم شايفينها كده جامعة. هسيبها تبرط خالص وهبتدي بقى لما تبرط خالص والسمنة طلعت الفوق والمرطة رأدت لتحت. هبتدي اصفيها وحطها في العلبة. بس اهم حاجة دلوقتي تعالوا بس اقول لكم ازاي بتبقى مخشوشة المرطة. المرطة بقى بتبقى مخشوشة بيلاقوا بيحطوا فيه ناس بيحطوا فيها دقيق دورة ولما تيجي تسياحيها بتلاقي المرطة بتحتك بتديك مرطة كتيرة وتلاقي حبيباتة عاملة زي الخرس كده اقول لي ودي الدورة ما بيسحش معاك. فهي دي مخشوشة فيها دقيق دورة. طيب فيه ناس بيحطوا لها بقى سمنة. بيحطوا لها سمنة اه ما بيحطوش ولا قطن ركزي ولا بيحطوا قطن ولا بيحطوا ورق ولا بيحطوا مياه تلجة ده بيحطوا سمنة روابي. ازاي? بمعنى ان الزبدة الجاموسي بيحطوا لها ربع كلو من السمنة الروابي. عشان لونها ابيض. لما بيجوا يخضوها بيجوا يخضوها قبل ما يتكوروها بيروح حطن لها ربع كلو. مسلا كلو اللي ربع زبدة. آآ جامسي يحطوا لها ربع كلو من ايه? السمنة الروابي. يتكوروها كده ويبوعوها لينا. والزبدة اللي هي البقري بيروحوا جايبين لها ايه? السمنة الجنة. ربع كلو من السمنة الجنة على كلو اللي ربع من الزبدة البقري عشان ايه? الزبدة اللي السمنة الجنة بلقول انها آآ صفرة. تمشي مع الزبدة البقر. برضو بيكوروها وبتدوا ايه باعهن. شايفة كده? شايفة مرتتي انا نعمة ازا وجميلة? طبعا انت تفتكر ان دي دي سمنة الشتا. لأ ده ما انت بتجيبها من راجل تاجر وعنده ضمير. هيديك سمنة مش هتفرق عن سمنة الشتا. السمنة البلدي. النضيفة وانا قلت لك تعرفها ازا تعرف الزت دي حلوة ازا وشطرة ازا? تجيب منها نص كيلو ولقتيه حلو. ايه تتعامل معيها? تمام? تمام. بعد كده بعد ما برضت خالص ابتدت بقى ايه اوزانة? حاطت جبت علبة نظيفة كده. او برطمان ازاز لو انت عندك. بس انا جبت العلبة دي عشان العلبة دي ايه? هتسافر يا جماعة الناس. فانا جبتها وحطيت فيها علبة نظيفة وحلوة. وجبتها وصفيت فيها. بقول لك المرتة بتاحت مرملة ازا وجميلة شايفة? ترملتها. المرتة النعمة الحلوة اللي تلاقيها ترملتها عاملة زي كده الرملة. النعمة. لكن المرتة اللي هي المخشوشة بيتلاقيها كده زي حبابة الخرس كده هوت. وديك بيبغشينها فيها دي اقدرة. وطب المرتة التقيلة. التقيلة خالص دي حاط لها سمنة روابية زي ما انا قلتلكو. ومدهنينة كده وتقيلة كده وساميكة. فهم يا جماعة? فهمين يا جماعة? تمام. كده كده عرفنا خطوات ايه? غش ايه? الزبدة بتاعتنا. تمام? بعد ما وزنناها اتنين كيلو سمنة صافي وايه? وتلتمية جرام مرتة. والمرتتنا نعمة وجميلة. تمام. طيب يعني كيلو الزبدة طلعوا معنا ادي. كيلو الزبدة طلع معنا. كيلو لربع من السمنة الصافي. لو في بقى ايه? بيهي بعد ما ساقب. بعد كده يا جماعة محطتها في العلبة. حطتها في التلاجة. امت تلات ساعات ولا حاجة. وعدك اطلعتها لكم وبوريها لكم شايفها السمنة بتحت مرملة وجميلة ازاي? بجد تحفق غير مرتطها كمان ريحتها حلوة وجميلة جدا والله اتنسفت. عاز اقول لكم جميلة جدا شايفة? ادي السمنة هيت. وديت انت بتعبها ممكن لو انت عندك برطمان برضو بتعبيها وتعينها في التلاجة اهم حاجة ازاي تستعملها وتجيبها تكون المعلقة تكنوضيفة ونشفة فيها الشربة مطرح شربة ولا مطرح طبيق ولا مطرح اي حاجة تكون المعلقة نضيفة عشان ايه ما تعفنش معاك السمنة بتاعتك وتزنخ معاكي. اهم حاجة تجيب المعلقة نضيفة. تمام? كل مرة تنشفها كده وتجيب عشان انت تستخدمها في الحلوات ولا في اي حاجة. كده انا خلصت الفيديو ما تنسوش تعملنا لايك وشير. السلام عليكم.